دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء ما كان يغني عنهم من الله من حيث أحدهم من أخضاء وإنه لدعي من لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولمما دخلوا عليهم فآوى من أي حقا قال إذني أنا أخوك فلا تكتئذ بما كانوا يعلمون ولمما جهتهم بجهازهم جعل السقاية في الرغل أفيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنهم سارقون قالوا وأقبنوا عليهم ماذا تبعدون قالوا نفت تصوى عن الملك ولمن جاء بيه ونعين وهدفه تعين قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات المثل من نشاء وفوق كل ذي علم حليم قالوا لقد أسرق فقد جرق أخلهم من قبل فأسرها يمتعون قالوا يا أيها العزيز إلي له أمر شيخا كبيرا فقل أحدنا مجاله إلا نراك من المسنين قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عندهم إنا إذا لظالمون فلما سيحوا فلصونا إياه قال كبيرا هلم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما قضرت في اليوسف فلن أبرح الأرض حتى يهدن لأبيه أو يحفظ الله لي وهو خير حاكي اغفعوا إلى أبيه المرور يا أبانا إن ابنك سرق وما تهدنا إلا بما عينا وما تهدنا للغيب حافظين واجهل الخرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون قال فلسولت لكم أنفسكم أمرا فصب جميل عسى الله أن يأثيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم وتولى عنه وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا كالله تفتع تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشتوبتني وحزني إلى الله وأعلم من الله قال إنما أشتوبتني وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلم يا بني الغبوبة حتى الغبين وأقيد ولا تتعو بالرغب الله إنما لا ييأت بالرغب الله إلا القوة الكافية ما تخلوا عليه وحيا أيها العزيز وحزنا وحزنا الغبوب وحزنا ببطاعة مزجاد وحزنا ببطاعة مزجاد فأوفرنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصفر فإن الله لا يغيع أجر المحسنين قالوا كالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تتريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا يأتي بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين وإن كنا خاطئين قالوا أبي أصبحوا بقميصي وإن كنا في القلال فالخطير أذن أجل أذن أجل البشير ألقاه على وجهه فاردت بصيرا قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطرين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي منه قبل قد جعلها ربي أمرا فقد أحسن به إن أخرجني من السجل وجاء أبت من الأدفل جعلنا من أمر الشيطان بعد أن نزم الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحادي كافر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر إنه إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله